الاستثمار هو المحرك الرئيسي لأي اقتصاد في العالم عشان كده لابد من تعزيز أليات جذب الاستثمار المحلي والأجنبي وكمان تحفيز الاستثمار وده اللي بيتم منقشته حاليا في الحوار الوطني عشان كده النهاردة هنقش مع بعض هذا الملف مع ضيوفنا الكرام اللي منورنا في الاستوديو النهاردة في صباح الخير يا مصر الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني وأنه بأكمل نجاتي عضو مجلس الشيخ بتنصقية شباب الأحزاب والسياسيين أهلا بحضرتكم صباح الخير عليكم شبابا يا رسال يا أهلا بحضرتكم نورنا بنورك صباح الخير يا أهلا بيكتور سمير دكتور سمير طبعا تحليل مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي مهم جدا ما بين الواقع والفرص والتحديات خلينا نبدأ بالواقع طبعا ده كان عنوان الجلسة اللي تمت يوم الثلاثة الماضي في جلسات الحوار الوطني الواقع احنا عندنا فترة طبعا في تاريخ مصر الحديث كانت فيها تغيرات كبيرة جدا احنا كنا شغالين قبل 2011 استثمار منفتح على العالم كان فيه مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية في القطاع الخاص حدثت الأحداث اللي في 2011 وكانت تبعياتها طبعا بالطبيعي إن مناخ مش جاذب لأي استثمار وخرجت استثمارات كتيرة في الفترة دي لما رجع الاستقرار الحمد لله من 2014 ومع تولي فخامة سيادة رئيس الجمهورية وبدأت المعطيات تشير إن احنا المفروض يرجع للقطاع الخاص لدوره ما كان شي ده حصل فكانت الدولة بتدخل هي في الاستثمارات لتشغيل لفرص العمل وبدأت تجاهز المناخ المناسب للاستثمار الخاص بدأنا نحصل ده في السنوات الأخيرة جاءت تبعيات كوفيد-19 والكورونا واللي حصل في العالم والحرب روسيا الأوكرانية أثرت تاني فنقدر نقول إن المناخ الاستثمار في مصر ما تقدرش تتكلم عليه بمعزة لعما يحدث في العالم وما تقدرش تتكلم عنه كمان وأي حد محلل الاقتصاد العالمي يقدر يربط ده بالأحداث العالمية اللي بتحصل في الفترة الأخيرة المجلس الأعلى لاستثمار والقرارات اللي صدرت عنه برئاسة سيادة الرئيس فتحت المجال تاني احنا في جلسات الحوار الوطني كنا عندنا بعض التحليل للواقع والمناخ الاستثمار وحطين التحديات والفرص اللي 22 قرار ممكن نتكلم عنهم من نهاردة إن شاء الله كانوا بيحلوا كثير من المعضلات دي دي التوصيات يعني طبعا طيب سيد من أكمل ما فيه شك من الاستثمار مهم جدا وأعتقد أنه مرتبط شوية بالشق السياسي والاقتصادي أيضا في نفس التوقيت فإحنا هينقش هنا بكل تأكيد لأن احنا نحتاج تشريعات ونحتاج أمور سياسية كتير متعلقة بتحفيز الاستثمار سواء المحالي أو الأجنبي وفي نفس الوقت اقتصاديا لأنه لنا عكاسات كبيرة جدا ماذا قدمت التنسيقية في هذا الملف الحال أن احنا في التنسيقية قدمنا مجموعة من الأوراق والتوصيات أولها زي ما قال الدكتور سمير تحليل للواقع ومجموعة توصيات تشريعية وتنفيذية أظن أن السيد رئيس الجمهورية كان سابق للحوار الوطني بمجلس الأعلى لاستثمار والتوصيات معظم التوصيات التي كانت جهزة في لجنة الاستثمار كانت تطلع في المجلس الأعلى وده كان حاجة جيدة جدا الحال أن احنا كمان في التنسيقية قدمنا قياس أسر طلبنا قياس أسر تشريع القانون الاستثمار عشان نشوف ليه الحوافز الضريبية والاستثمارية اللي موجودة فيه لغاية دلوقتي ما جابتش العائب بتاعها قدمنا كمان على تعديل قانون الضريبية العقارية لأنه بيمثل عبء على المستثمرين وخاصة المستثمر الصناعي كمان بنشتغل دلوقتي وقدمنا توصية كمان في الحوار الوطني على خفض كمية الرسوم اللي بيتحملها المستثمر في مصر والتوسع وطلبنا بالتوسع بيه المناطق الحرة الخاصة واللي دي مستهدف بيها زيادة التصدير فده هيزود لنا الناتج القومي وبرضو هيجيب لنا حصيلة ضرورية فيعني احنا في نفس الوقت بنلعب في الاتجاهين ما يفيد الاختصاد الكلي وفي نفس الوقت أعزز الحصيلة الضرورية دكتور سمير عندي لحضرتك سؤال ايه التحديات بقى اللي نقشتوها في الجلسة؟ التحديات رقم واحد البيروكراطية وخلينا نكون محددين أكتر البيروكراطية السلبية التشريعات في حد ذاتها قانون الاستثمار 72 لسنة 17 وليحاته التنفيذية وقانون الضريبة المؤحدة فيه قوانين كتير جدا محفزة تطبيقها على أرض الواقع لسه فيه جاب وفيه فجوة ما بين التنفيذ والقرار التشريعي نفسه حتى لو كان معمول بشكل حرفي وفيه معطيات فده كان من ضمن الحاجات اللي اتفق عليها معظم الحضور صحيح وده في أحد افتتحات سيد رئيس اللي مشروعنا مشروعات القومية لما عرضنا ما أنجزته مبادرة إبدأ قال مع كل هذه التسهيلات والتحفيزيات اللي بنقدمها للمستثمر ليه المستثمر مش حاسس بحاجة زي دي؟ بالضبط ليه الرجل اللي داخل في صناعة سواء كانت صناعات ناشئة أو صناعات صغيرة ليه مش حاسين بهذا الكم من التسهيلات؟ صح ويمكن تأكيداً لكلام حضرتك في مرور مئة سنة على اتحاد الصناعات في الاحتفالية اللي تمت سيد رئيس قال أنا يعني لو عندي من الوقت أقعد قابل أنا الناس واشوف مشاكل المستثمرين لأن بسمع أحياناً تعطل بعض المشاريع لمجرد الموظف والإجراء اللي بيتم بياخد وقت إذن بيروقراطية إيه كبير؟ البيروقراطية تاني حاجة حضرتك طبعاً سعر الصرف وإن احنا المستثمر الأجنبي بالذات هنا هو بيبقى داخل باستثمارات بالدولار بيشتغل بيحاولها للجرين المصري وبيعمل استثماره ممكن بعد خمس سنين بعد أربع سنين هو مش عارف لما يجي خارج بأرباحه وتحويل سعر الصرف هيكون شكله إيه؟ فدي محتاجة سياسة نقضية طويلة الأجل وفيها شفافية أكتر علشان نقدر نحل دي المعضلة دي طبعاً هو ما يتبحى بقى من فتح الاعتمادات من تسهيلات إجراء الاستراد كان فيه معضلة تانية وطلع بيها قرار وتوصية في الـ 22 قرار بتوع المجلس أعلى السمار وهي تحويلات الشركات القبضة والتوابع لأرباحهم كانت بتمر ببعض المشاكل وبيكون فيها بعض الازدواج الضريبي دي الحمد لله صدر بيها قرار وتقريباً كان سابق زي ما سيادت النقب أكمل بيه بيقول الرئيس سبق حتى توصيات الحر الوطني بالقرارات اللي حصلت دي عندنا من ضمن المشكلات الولاية على الأراضي حقاً أنت مستثمر صناعي عايز أرض هل هي معها الترمية الصناعية ولا مع الإسكان ولا مع المحليات ده برضو صدر قرار على فكرة بأن يتوحد ولاية الأراضي وتكون في إطار واحد وواضح في بعض الأمور الأخرى زي مشكلة كبيرة دلوقتي أن احنا بنتكلم دايماً المستثمر أنواع فيه مستثمر كبير بيبقى عامل دراساته وعمل حساباته وده دخل على المشروع المستهدفه النوعية من الشركات النشئة أو الستارت أب وشباب ريادة الأعمال دول عندهم مازالوا مشكلة كبيرة ويمكن هنعملهم ورشة عمل في الحوار الوطني لتحليل موضوعهم وفيه توصية برضو في 22 قرار كان الرئيس بيوجه رئيس هيئة الاستثمار أنه يعمل وحدة برئاسته لدراسة مشاكل الشركات النشئة ويمكن يطلع لها تشريع خاص ما تبقاش تحت قانون 52 للشركات الصغيرة ومتوسطة ده عظيم جداً من ضمن المقترحات وأعتقد كلنا تابعناها في هذه الجلسة اقتراح عودة وزارة الاستثمار هل حدث تتفق مع هذا الطرح ولا لأ هل من الأهمين نحن تعود مرة أخرى وزارة الاستثمار ولا ممكن يدي صلاحيات أكثر لهاية العامة الاستثمار خلينا نكون صرحة والتجربة المصرية خير دليل الفترة من 2004 إلى 2007 كان أعلى معدل نمو اقتصادي وكان عندنا هيئة الاستثمار وكان عندنا وزارة الاستثمار والحالة وجود وزارة الاستثمار وعشان بس يبقى كلامنا دستوري وزارة الاستثمار ما زالت قائمة وهي حقيبة يتولها سيد رئيس الوزراء بخلاف مهامه كرئيس وزراء لكن فكرة أنه عندنا وزارة الاستثمار ده مهم جدا احنا بنخطط في مصر لاستقبال مشروعات عملاقة زي الهيدروجين الأخضر زي المنطقة الحرة في المنطقة القسلية الحرة في السويس دي هيجينا فيها شركات عالمية والمستثمر العالمي رأسها مجالس إدارات الشركات الانترناشنل يحبوا يقابلوا مسؤول حكومي عشان يروح يقابل رئيس وزراء من الصعوبة في خضم مسؤوليات سيد رئيس الوزراء إن نوفر وقت الحقيقة وجود رئيس وزير استثمار بحقيبة مستقلة ده هيساعد أولا في التنسيق ما بين الوزراء هيحل مشكلة التضارب ما بين جهات الولاية هيقدر يبقى وزير بيتحدث مع وزراء احنا برضو عشان يبقى ناس بنتكلم بشفافية وحب نتكلم في التلفزيون من مصر احنا عندنا مشكلة في التنسيق ما بين الوزراء ودي بينا في كل المجالات خلينا صرحة فوجود وزير استثمار وده من أحد مطالبنا كتنسيقين شباب الحزاب والسياسين وحنا كمان مقدمين اقتراحات في مجلس الشيوخ بهذا الأمر ضرورته هتكون أولا تحسين صورة زهنية كبيرة جدا للمستثمر الأجنبي عن إزالة العواقق البريقراطية لأن هيقابل وزير عنده صلاحيات الحاجة التانية أن هذا الوزير عنده مقدرة وقدرة من الوقت أنه يسافر ويعمل حملات تسويقية ويقابل المستثمرين الكبار الهيئة مكبلة الحقيقة هيئة الاستثمار ما أصبحتش هيئة الاستثمار اللي احنا نعرفها من 2004 و2007 حتى لغاية 2009 الزروف وتعاقب المديرين التنفيذيين عليها باختلاف آراءهم وخبراتهم أثرت على أداء هذه الهيئة يمكن القيادة الحالية المنطس الساميبة عامل مجهود كبير وهو رجل يعني زو رؤية لكن الحقيقة الصلاحيات الصلاحيات ووجود وزير الاستثمار هيساعدنا جدا وهيفك التشابكات ما بين جهات الولاية وكمان هيوفر لنا صورة ذهنية جديدة عن الاستثمار في مصر وإحنا محتاجينها ولازم نحط في عينينا وفي دماغنا جدا إن إحنا عندنا منافسة إقليمية كبيرة جدا من دول على مسافات قصيرة مننا يعني دولة المملكة العربية السعودية الشقيقة الإمارات المغرب الأردن دخلة في المنافسة فأنا لازم أبقى بحط النفس استراتيجية ويبقى عندي سياسة وطنية الاستثمار بيحاول ينفذها وزير الاستثمار ولازم يبقى عندي هدف إن أنا بنمي الاستثمار المحلي والأجنب في مصر وبستهدف سوق أفريقيا لإنه محدش يقدر يخش أفريقيا قد مصر طب هل إحنا لسه بحاجة لزيادة حوافز للمستثمرين إن هم يجوا يستثمروا عندنا بتتكلم عن أجانب ومحليين كمان أنا وجهة نظري يعني الحقيقة إن إحنا بس نحقل الحوافز الموجودة والناس ياخدوها وهي كاف يعني إحنا عندنا حوافز استثمار وأظن إن إحنا لما جربنا والساد الرئيس تدخل بنفسه وقال الرخصة الزهبية والناس خدت الرخصة الزهبية إحنا مجرد ما قلنا إن الرخصة الزهبية بدأت تمنح للشركات إحنا حققنا 12 شركة في أقل من شهر وده من أهم الحوافز الضربية لإن الرخصة الزهبية تبحى حوافز استثمارية كبيرة فده معناه إن الحوافز موجودة والمستثمرين محتاجينها بس تتنفس بعيدا عن البقراطية الخاصة بالموظفين دكتور سمير رأيك إيه؟ في موضوع وزارك هل إحنا لسه محتاجين نزود حوافز ولا لو إحنا بس محتاجين نطبق الحوافز الموجودة بالفعل؟ طيب في كل تجارب العالم وفي التاريخ الاقتصادي للعالم مفيش استثمار بيجي بدون حوافز والاستثمار دايما علشان أقدر أنمي معدلاته أنا ممكن أحافظ عليه وده اللي بيحصل في مصر إحنا تقريبا مصر الأولى إفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بقى لنا 3 أو 4 سنين وإحنا التاني عربية ولكن الرقم مش كافي لحجم النمو السكاني اللي بيحصل إحنا محتاجين نزود الرقم ده شوية فمفيش استثمار بدون حوافز ولو الحوافز القائمة ما بتقدرش تشجع لازم أشوف هل لقلتها أو لقلت تنفيذها وتطبيقها وطرحها للمستثمرين وزي ما كده تفضل سيادة النائب فعلا أنا عندي 3 مواد في قانون الاستثمار 72 لسنة 17 مدى 41 و42 بيانصوا على الرخصة الزهبية لم يفعلوا مع أي شركة إلا لما سيادة الرئيس تدخل وقال عايزين نفعل الرخصة الزهبية وصلنا ل12 شركة الجديد بقى في الاجتماع الأخير للمجلس أعلى السسمار إن الرئيس قد أوامر وتوجيه إن ننزل بالرخصة الزهبية لمستويات أقل لأنها بس بتستهدف المشروعات الضخمة ورقوص الأموال الكبيرة والمشروعات غير المسبوك النهاردة احنا عايزين ننزل بفلسفتها ننزل بفلسفتها ونوصل للشركات النشأة تبقى داخلة تحت مظلة الرخصة الزهبية طيب أنا محتاج حوافز دي نقطة مهمة جداً هتكلم فيها هل الحوافز على المطلق يعني أقول حوافز ضريبية لأي مكان لأي قطاع لا الاقتصاد وحالياً بالزاد بيتحرك بسرعة جداً في العالم كله أنا عايز مشروعات بعينها باستهدفها عايز مناطق جغرافية في مصر باستهدفها محافزات عايز أعمل فيها طفرة وتنمية فأقدر أطلع ومن هنا ضر وزارة الاسمار أو الهيئة العامة للاسمار مع كل الحكومة أقدر أحط كل فترة الحوافز الضريبية للمحافزة دي أو للصناعة دي أو لنوع ده من الزراعة يعني زي الأمح لما بدأنا ان سعر يعني فيه حافز للمزارع حصل طفرة في زراعة القمح قللت الفجوة في الاستراد هو ده هل ده السعر ده ممكن يتحط بيه قرار يقعد سنة واثنين لا ده من موسم لموسم لازم يكون فيه تغيير نفس الكلام في كل حوافز الاسمار عظيم جدا سيادة النايب لما نجد نتكلم عن المناطق الصناعية هي بكل تأكيد مهمة جدا منطقة صناعية مجهزة بكل المرافق والخدمات المتخصصة في كافة المجالات أعتقد يعني ممكن أي صناعات بتلاقيها موجودة في هذه المنطقة الصناعية بحسب طبعا طبيعة كل المحافزة وكذا طبيعة التسهيلات اللي ممكن تقدم لحد يدخل هذه المنطقة من الاقتصاد الغير رسم يعني مثلا هنضرب مثال بالمنطقة منطقة الأساس أو مدينة الأساس في دومياط الناس هناك بتصنع وإحنا عارفين الناس هناك بتصنع عبارة عن قوض في بيوتهم بيصنعوا في غرب بيصنعوا في عشش فعشان أخليه ينتقل من هذه الطريقة في التصنيع إلى المدينة اللي أنا عملها له المدينة الصناعية لازم أقدم له حاجات تحفزه لأنه بالمناسبة ما يدفعش أي رسوم ما يدفعش درائب ما فيش عليه أي نوع من أنوال التنزامات فإيه خليه يدخل هذه المنطقة ويدخل في الاقتصاد الرسمي إلا لو قدمت له تحفيزات وتسهيلات وبالمناسبة مش سنة سنتين ده أكتر على ما أعتقد يعني هو الحقيقة موضوع مناطق الصناعية موضوع مهم جدا ممكن عندنا كان محور في لجنة الصناعة في الحوار الوطني واتناقشنا فيه وكان رئيس هيئة تنمية الصناعية موجود يمكن درس جال كبير جدا على دور الهيئة وتخصيصها للأراضي والأسعار وخلافه الحقيقة أن أنا عشان أضم الاقتصاد الغير رسمي وأحفزه أنه يروح المناطق الصناعية أول حاجة أعملها له أن أنا لازم أخطط المناطق الصناعية أنها يبقى مبنية بفكرة مصانع كبيرة ومصانع زغيرة المصانع الزغيرة بتمثل الاقتصاد الغير رسمي ودي بتمثل مدخلات للصناعة الأكبر فلو قدرت أعمل ده أقلل تكلفته وهو هيجي لأنه هو بتحمل تكلفة آه ما بيدفعش درائبه لكن بتحمل تكلفة نقل وبتحمل تكلفة نظير أنه هو في الاقتصاد الغير رسمي الاقتصاد الغير رسمي ليه تكلفة بس إحنا يعني ما نبصش عليها الحقيقة أن إحنا كمان لو قدرنا أن إحنا نعملهم زي أولا نطبق قانون 152 عليهم يخليهم يتمتعوا بالحوافز الضربية اللي موجودة في قانون 152 ولا ضربة قطعية ودي من أهم الميزات أن أنا أساعد المصنعين الصغار اللي بدخلوا منطقة صناعية أنه يبقوا عندهم جزء من الحصة التصديرية والتصدير هنا لبعض المنتجات ولو ضربنا على الأحساس في دومياط أظن أنه ده هيبقى مثال جيد والمنتج المصري هنا منتج زوجودة عالية ومهارة ويباع بأسعار كبيرة جدا كل ما تنتج ما هتقدر تكفي هنا وهتصدر كمان الحاجات التانية أنه لازم برضو اختيار موقع المنطقة الصناعية وأنا أقدر أدرب أمثلة على مناطق صناعية كثيرة وفي الصعيد بالذات إحنا عندنا للأسف على تخطيط كان عندنا تخطيط سيء في هذه المناطق يعني إحنا بحطين منطقة مثلا على بعد من عاصمة المحافظة مثلا 180 كيلو ده بيمثل تكلفة ويمكن حتى سات الرئيس أقول أن طبيعة الصناعات الموجودة ما ينفعش تكون في مناطق أهلة بالسكان لا ما هو أنا برضو بش يعني مش معنى مش أهلة بالسكان بقال روح أودها 180 يعني المية وثمانين كيلو دول فيهم 120 كيلو صحراء يعني كنت مفهوضة أقرب لأقرب نقطة ما فيهاش وأنا عندي تخطيط عمراني لازم يبعندي تخطيط العمران المتكامل تاني حاجة أن أنا لازم أشجع بالذات في الصناعات الصغيرة والاقتصاد الغير رسمي لازم أشجع أرجع تاني أركز على التعاونيات الإنتاجية والتعاونيات الاستهلاكية لأن دي أحد المظلات الاقتصاد الاجتماعي بتدي له حوافظ ضريبية وبيشتغل بفكرة المجتمع المنتج فبتقدر هي كمان تضم تحتها مجموعة من المصنعين أو التجار الصغيرين وتقدر هي كجمعية أنها تنافس مع الشركات الأكبر أظن ده من الحلول اللي إحنا لو قدرنا نعملها مع المناطق الصناعية تاني حاجة في المناطق الصناعية يجب في مراعاة تخطيطها أن احنا نحط فيها أو نوفر فيها بعض المزايا الاجتماعية للمرأة العاملة لأن المناطق الصناعية البعيدة بتخلي ما فيش عمالة مرأة وإحنا بنستهدف في مصر أن احنا نزود مشاركة المرأة في حصة العمل ده مهم جدا فإحنا عندنا مجموعة يعني إيه زي ما بنقول إيه عندنا لوحة كده مليانة بازل فما تقدرش تحط حتة عبل حتة فلازم نشتغل بطريقة استراتيجية ممكن ده فايدة الحوار الوطني وممكن حتى يعني صديق العزيز الدكتور سامير وهو بيدير الحوار كان دايما بيحب يقول للناس لما ماشي الحال ده فاني حتة نكمل بيه التكامل ده أظل وده ما فيهوش اختلاف ايدولوجي سياسي يعني إحنا مش هنختلف كأحزاب سياسية لأن الاستثمار ده كلنا رايح له آه يعني بقى فيه ناس تبص فيه البعد الاقتصادي الاجتماعي طب الدريبة تبقى تسعودية يعني دي نقطة خلافية بعيدا عن فكرة الاستثمار وجذب الأموال مفهوم دكتور سامير يعني إحنا كلمنا المختصين عرفنا المختصين والناس اللي فهم اقتصاد كويس وفهمة إزاي نخلي المناخ في مصر جاذب الاستثمار الناس الناس العادية اللي زينا بقى اللي بعتوا مثلا اقتراحات اقتراحاتهم عاملة إزاي وزاي تمت مناقشتها في هذا الملف والله بالعكس أنا اكتشفت من الحوار الوطني ده وإحنا شغالين بقى لنا فترة عن نجهز يعني ما طلعنا كده كان نتيجة جهد الطويل الناس فهمة يعني المصريين بجد والله دي شهادة فهمين كويس قوي الأوضاع مقترحات اللي جاية حتى من شباب ومن ناس بسيطة ومن أصحاب حرف يدوية وبيقولوا بيعرفوا بنفسهم على الويب سايت بتاع الحوار الوطني الناس بتتكلم في إيه بتتكلم شغلونا سهلونا مناخ الأعمال احنا عايزين نشتغل بنصطدم أحيانا بالرخصة بنصطدم أحيانا بإن أنا شغال أنا مش رسمي عايزة روحة أكون رسمي الناس بتخوفني التجارب اللي قابل بتقول لي خلي بالك هتلاقي الدرائب وهتلاقي تفتيش وهتلاقي وهتلاقي أنت كده شغال ومحدش شايفك ولكن أنا لو رحت استهدفت الاقتصاد غير الرسمي ودخلته لازم أديله حافظ لازم أقول له أنت لما تكون مسجل هتاخد ميزة من عندي هو حاليا مش شايف الميزة دي شايف العيب بس فاللي عايز أقول حدرك المقترحات اللي جات فيه ناس طبعا كانت بتتخلط الأمور شوية يوجهون أسئلة في لجنة للصمار الخاص المحلي والأجنبي واتكلموا على الغلاء ناس كتير كده فكنا بنوجهها في لجنة في الحوار الوطني للتضخم وغلاء الأسعار بس فعلا هو فيه ارتباط كبير أنا أي حل المشكلة الاقتصادية في أي دولة محتاج استثمارات زيادة محتاج صدرات لو حالك رجعت تاريخ تقدم الشعوب والأمم الاقتصادي وقعدت تتذكر هتلاقي مفيش دولة حصل فيها نقلة كبيرة غير بزيادة صدراتها إحنا مستهدف الميت مليار دولار كنا زمان بنقول إن ده حلم التصدير ميت مليار دولار وأطلقوا سيادة الرئيس منذ ثلاث سنوات أنا شاف النهاردة ما بقى ضرورة مش حلم أنا لازم أكون عندي الميت مليار دولار سريعا ولازم كل التنفيذيين سواء كانوا وزراء أو رؤساء هيئات كل واحد في منطقته مع لوحة استراتيجية مين بيساعد مين عشان نوصل لده الصناعة عليها دور كبير جدا الصناعة التحولية عليها دور كبير جدا صناعة التعدين الصروة السماكية وعندنا فيها فرص وعادة وأيضا الزراعة النهاردة مع تكنولوجيا المعلومات مع صناعة البرمجيات حاليا أنا ضربت مثال في الجلسة حتى قلت يا جماعة الهند بتصدر بمئة وخمسين مليار دولار برمجيات فقط يشتغل فيها خمسة مليون مواطن أنا عندي حلم وفكرة وبنصغها دلوقتي في الحوار الوطني أنا عندي سبعة وشين محافظة أنا محتاج في كل محافظة قرية زكية السمارت فيلتج دي تبدأ دلوقتي وزارة تكنولوجيا المعلومات مع وزارة الصناعة والتجارة مع هيئة الاستثمار يتشاركوا إن احنا نعمل الهاب ده وزارة التعليم والبحث التعليم العالي والبحث العلمي أنا الشباب اللي بتخرجوا من أداب وتجارة وحقوق ومش لقيم فرصة عمل دعيب على الأسرة المصرية لو دخل بالشراكة مع الشركات العالمية في البرمجيات وأهلنا الشباب ده بسرعة من اللغة ومن البرمجيات أو الابليكيشن أو الموبايل أب هيطلع عندي كم أيدي عاملة في هذا المجال وهعمل كمان صناعة التعهيد صناعة التعهيد دي مصر ممكن تدخلها صحيح وفيه فرصة ذهبية أعمل أوتسورس أعمل كول سنتر للشركات العالمية مازالت المرتبات عندنا جاذبة للمستثمر مازال الشاب المصري عنده البيز اللي تبني عليه احنا الحمد لله شبابنا بخير محتاجين بس حد يوجهه ده مشروع ممكن يحدث نقلة كبيرة جدا في زيادة صدراتنا الخمات بتاعته الماتيريال هي العنصر البشر العقول العقول ودي متوفرة أظن يعني موجودة بالمناسبة مش لازم يكونوا خرجين كمان أنا بيشوف ساعات طلبة في أعداده وفي سنة ويطلبة لسه صغيرين كمان طبعا أنا مع حضرتك جدا بس أنا بقول دول ألحقهم قبل ما يبقوا مجرد عبق على المجتمع الطالب مازال عندنا فرصة نشتغل عليه صحيح وممكن نشتغل عليه وهو في المدرسة فده دي فرص موجودة وبرضه هتقلل الاقتصاد غير الرسم لأن من معضلات الاقتصاد المصري هي الاقتصاد غير الرسم صحيح سيد الناب أخيرا المنطقة زي ما احنا عارفين فيها عوامل جذب كبيرة جدا احنا أكيد عندنا عوامل جذب الاستثمار يعني أكيد يعني زي ما كان مثلا دكتور سامير بيقول عندنا العمالة عندنا أرخص من بره يعني أكيد عندنا مميزات مميز جدا ازاي نقدر نصدر هذه المميزات خريطة استثمارية واضحة احنا عندناش خريطة استثمارية عندنا خريطة استثمارية لهاية الاستثمار عندنا خريطة استثمارية لهاية تنمية الصعيد عندنا خريطة استثمارية لمحافظات عندنا خريطة استثمارية لكل واحد اعجزين من الاستثمار احنا عايزين خريطة استثمارية موحدة عظيم محتاجين عودة وزارة استثمار للمرة التانية محتاجين إن إحنا الإعلام يساعدنا إن إحنا نتحدث عن حوافز الاستثمار في مصر إحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا حتى في البرامج الحوارية إن إحنا بنجيب الناس ساعات من المناقشات دايما نكلم عن السلبيات فمستثمر برة والناس اللي بترسوا دول مكاتب المتخصصة بتسمع بس السلبيات مش هيجي طبعا وبين الأسف ساعات بنروج للحوافز اللي في دول أخرى يعني بطريقة غير مباشرة فده لازم نرعيب عندنا أجندة وطنية إعلامية للترويج لحوافز الاستثمارية الموجودة في مصر ومواردنا في دور كبير جدا على اتحاد الصناعات المصرية المجالس التصديرية يجب الاستماع إليها بقوة لأنها أحد أهم الفاعلين والعاملين في مجال التصدير وهم اللي عندهم الحصة الأكبر من التصدير ولازم ندعمهم الحقيقة برامج دعم الصادرات يجب أن تكون مستمرة علشان نشجع المصنعين على التصدير أظن أن احنا المجموعة العوامل دي لو قدرنا نسوأ لها إعلاميا وبخريطة واضحة ويبقى عندنا وزارة استثمار حقيقية أظن أن احنا خلال ثلاث سنوات هنشعر بنهضة كبيرة جدا استثمارية وإحنا عندنا يعني من حصن حظنا في مصر أن احنا عندنا قائد وزعيم عند رؤية وطنية ومشروع وطني لـ 30 يونيو أظن أن احنا كلنا لازم نتكتب فيه تنفيذيين وتشريعيين ومواطن بسيط أن احنا نوصل بمصر 2030 أنها هيكون مش بنتكلم على عواقق استثمار في 2030 احنا في 2030 بنتكلم على تصدير التجربة المصرية في جذب الاستثمار نشكركم على وجدكم معنا النهاردة النائب أكمل نجاتي عضو مجلس شيوخة نسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دكتور سمير صبريا مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني كل شكرا لكم على وجدكم شكرا شكرا